الكرة الفرنسية الآن متقدمة في ناحية أن أنت منذ كاس عالم 98 تدى إيميجا كي يحط فلسفة جديدة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ومتدت كل المدربين اللي طالعين من فرنسا عندهم فلسفة أن أنت تلعب كرة جميلة كرة هجومية النادي الأهلي عنده هذا الطابع وجاء اختيار كارتيرون على هذا الأساس ما هو هذا الأساس؟ أن أنا ألعب كرة هجومية راجل فلسفته أنه هو يدور كرة كثيرا فلسفته أنه هو يستخدم الأجناب يستخدم العمق يكون كرة جميلة كرة أقرب إلى أن تكون شملة يتقال عليها في فلسفة كرة القدم أكتف فوتبول إذن ليه أنا بعمل معسكر إعداد؟ المعسكر الإعدادي بالنسبة لمدير فني أجنابي قادم إلى فريق النادي الأهلي للتعرف أكثر عن اللعبة عن قربه طبعا هو لعب أمام الكثير من لعبة النادي الأهلي من قبل وما فيش حد ما يعرفش مين هم لعبة النادي الأهلي بالنسبة لأي مدرب على مستوى العالم وأنا بقول لحضراتكم بيبقوا عارفين وعندهم يعني انتباع على النادي الأهلي من ضمن مشاركاته الأفريقية وتاريخه الكبير وإلى ذلك ولكن لما أجي أتعرف على اللعبة عن قربه طبعا هو مدير فني سابق لودي ديجلة ولو خبرة فيه الدوري المصري الممتاز ولكن لما أشوف اللعبة عن قربه بيديني الانتباع الأكبر لما بيجي أعمل إياساتي وأعمل ترتيباتي وأحضر نفسي لشغلي وفلسفتي اللي أنا هخلي أو هطلب من اللعبة والجهاز الفني أنه هما ينفذوها فلازم أكون عامل معسكر إعداد عشان أتعرف على اللعبة بشكل أكبر ووصل لهم فلسفتي وطريقتي التدريبية من أجل هذه كارتيرون هذه حسام عشور وكابتن محمد يوسف وباقي الجهاز الفني هذه أكرم تفيقه كل اللعبة كابتن سامي أمصان كابتن مصفة كمال مدرب الحراس كل هؤلاء بيخشوا في تطبيق فلسفة كارتيرون تطبيق فلسفة كارتيرون كارتيرون من المدربين الفرنسيين هتلاقي فيه الشغل فيه فترة الأعداد أغلبه بالكورة مش هيبقى فيه جاري كتير لأن انت في التمرين بتلعب بنفس طريقة الموتش فهو فلسفتهم كده في فرنسا فرنسا من الدول المتقدمة طلعت لنا أرسين فينجر طلعت لنا إيميجا كي طلعت لنا الولابلا اللي كان ماسك البي أش جي وكان ماسك فريق بردو وفرق كثيرة جدا فكل هذه الأمور هتكون في هذا المعسكر فيه كلام كتير إن أنا أو كنادي أهلي ابتديت أخد قرار في الراحلين كلام ده إزاي والراجل لسه ما شافش اللعيبة عن كورب لسه لازم ياخد انطباع لأنه هو اللي بياخد هذا القرار آه لجنة الكورة بتسلم له تقارير آه بيبقى فيه وجهة نظر بالنسبة له وانطباع من قبل ولكن لما أبتدي أمسك الفرقة أبتدي أخد الانطباع الأكبر أبتدي أشوف بعيني الأمامي اللعيبة بتؤدي الأدوار اللي أنا عايزها بأنهي شكلها هبتدي غدا النادي الأهلي هيبتدي الفترات التكتيكية في هذا المعسكر طبعا أول يومين بتبقى فقرات بدانية وكلها بالكورة دلوقتي الشغل الجديد كل الشغل زي ما تحركوا شايفين كله بالكورة كله هيبتدي بالكورة تسخين ورمج أب كل حاجة داخل ميران النادي الأهلي هتبقى بالكورة ودي فلسفة كارترون اللي لعبت النادي الأهلي جاهزة لأنها اشتغلت على العديد من المدارس اشتغلت على مدرسة هولندية مع مارتنيول اشتغلت على مدرسة بورتغالية منو الجوزي وبيسيرو اشتغلت على إسبانية مع جاريدو الأسباني وكل هذه الأمور ومع التوازن في طريقة الأداء اللي كان بيعمله الكابتن حسام البدري فهتلاقي كل هذه الأمور لعبت النادي الأهلي جاهزة لها وده ميزة وقيمة اللعب النادي الأهلي أنه في تأسيسه من قطاع النشيئين اللي أيضا هنتكلم عنه اليوم بيبقى جاهز لاستعاب أي فلسفة قادمة من أي مدرب وهو ده كواليتي اللعيب اللي انت تقدر تقول اللعيب ده هيخدمني ولا لا اللعيب ده مميز ولا لا اللعيب ده من أي اللي قادر على استعاب كل الأمور الفنية وكل الحاجات اللي بتطلب منه وقادر على تنفيذها طبعا اتكلمته مع حضراتكو على طريقة اللعب وطريقة التكتيك اللي هيبتدي به مستر كارتيرو هيكون في بداية طبعا معسكره اللي بيقام في برج العرب وطبعا كان قرار صائب من لجنة الكرة ومنه عشان يخيخد اللعيبة في تركيز أكبر انتباع أكبر طبعا لسه اللعيبة الدوليين ودول قطاع كبير داخل النادي الأهلي ما شاء الله عندنا لعيبة دولية كتير جدا في منتخب مصر لسه هينضموا إلى هذا المعسكر أو إلى مش هذا المعسكر إلى طريقة فترة الإعداد بتاعت مصر كارتيرو لأن الفريق هيرجع إن شاء الله يوم 26 النادي الأهلي هيختتم معسكره في برج العرب ولكن هيكون مصر كارتيرو بالنسبة للعيبة المتاحة هيكون عنده انتباع يصل إلى 40-50% على الأمور ما شاء إزاي لأنه هيبتدي يشوف مستوى وانتباعه عن اللعيبة بشكل قريب ويبتدي يطبق فلسفته ويخش أكثر داخل روقة النادي الأهلي مش أي حد يقدر يشتغل مع النادي الأهلي وحقق نجاح مش أي حد مهما كان وعيه وفلسفته التدريبية حتى إن كانت عليها أنه حقق نجاحات مع النادي الأهلي ولما؟ لأن النادي الأهلي مختلف في كل الأمور في كل التباع فريق بروفاشنال على أعلى مستوى الأجانب يحبوا يدربوا النادي الأهلي لأن مجلس إدارة النادي الأهلي دائما وأبدا بيوفر له أعلى مستوى في احترافية تطبيق أي شيء أنت حارك عايزه في تطبيق فلسفتك في أن أنت يكون عندك كل البنية التحتية وكل ما تحتاجه من أجل أن أنت عايز معسكر تفضل معسكر بتاعك شغال وحتبتدي تاخد العزلة وتبتدي التركيز المناسب اللي أنت حضرتك محتاجه هيكون موجود كل هذه السبل بالإضافة إلى استفقات في أحمد علاء مدافع ودي دجلة بيبتدي يخش فيه طباع وخصائص الفرقة عندك بعض اللعيبة اللي محتاجة من الشباب وكل الكلام اللي حضرتكو بتسمعه في وسائل الإعلام كل هذا حتى الآن خطر ما فيش أي لعيب خد عنده مستر كارتيرون قرار حتى هذه اللحظة الكل لسه في الصورة الكل لسه عنده فرص أنه يبقى موجود وإنت بتتكلم عن نفسك أنت بتتكلم عن نفسك اللعيب اللي بيشارك في هذه الفترة بيتكلم عنها سادي ناصر مهر واحد من الناس اللي أنت كلنا منتظرين أننا نشوفهم مع النادي الأهلي عندك قادي في الصورة أزارو يعود مرة تانية مؤمن يعود مرة تانية كل هؤلاء النجوم اللي موجودة في النادي الأهلي بتعود هذه ناصر ومؤمن زكريا وحوار السنة دي هيبقى الشكل عامل إزاي؟ طبيعة الأداء مستر كارتيرون كويس في هذه الأمور تركيز مؤمن بيقول إحنا هنعمل كذا ناصر القصة كانت معايا في اسموحها مختلفة وأنا على سبيل طبعا على سبيل الأعارة كل هذه الأمور بتبتدي تدخل وتهيئ نفسك للموسم الجديد أنا شايف فيه صراحة عندي تفاؤل شديد للموسم المقبل بهذه الطريقة بهذه الاحترافية والنقاط الانتباع اللي واصلنا وبنلقله لحضراتكو عن معسكر برج العرب صراحة شيء إيجابي جدا للغاية